إذن مشاهدينا ما زلنا مستمرين معكم في هذه الحلقة الخاصة وأنتقل إلى زميلي أحمد عقيل ليطلعنا أكثر على أقسام المهرجان وتفاصيل أكثر حول التحضيرات التي تباشر فيها الأقسام الخاصة بها العتبة الحسينية المقدسة من شعبة الزينة والتشجير والشعبة التلحيظات وغيرها من الشعب الخاصة اللي ممكن أنه تضع بصمة ويد إن شاء الله مباركة في هذا المهرجان أحمد إذا كنت تسمعني إلك الجو نعم السلام عليكم أحبة المشاهدين شكرا زميلتي ليلى شكرا لضيفتك المباركة أحبة المشاهدين إحنا وياكم بهذا المعرض لقيمة العتبة الحسينية المقدسة مع نشاطات كثيرة وفعاليات كثيرة لمهرجان كوثر العصمة النسخة الثالثة طبعا نحن متواجدين لزوارنا الكرام لكل المحافظات لأهالي كربلاء الكرام يجون يزورون هذا المكان إن شاء الله باشر هو الافتتاح الرسمي أول يوم للمهرجان ويستمر خمسة أيام إن شاء الله هو في صحن العقيلة بوابتين شبيرة إن شاء الله وهي بوابة فاطمة الزهراء عليه السلام وبصراحة أنيكم على العام الجديد 2024 نبدي مع فاطمة الزهراء عليه السلام هذه الأيام نتذكر بها ولادة فاطمة الزهراء عليه السلام إن شاء الله نكون أقرب لمولاتي فاطمة الزهراء عليه السلام هذه المرأة العظيمة هذه المرأة التي هي حجة الله على الأئمة عليه السلام وعلينا أكيد علينا أن نتعلم أكثر من خلال هذا المهرجان ومن خلال القائمين عليه راح يوصلون كثير من الرسائل واللي هي موجودة على شكل بحوث ودراسات وندوات بحثية من جانب النساء أو الرجال شاركت بها كثير من الدول كثير من الباحثين أيضا على مستوى اللوحات مثل ما شاهدون خلفي وفي أقسام أخرى إن شاء الله راح نستعرضها خلال هذه التغطية الموجودة خلال الخمسة أيام لمهرجان كوثر العصمة كثير من النشاطات أيضا مهرجان قسم الطفولة أيضا لكون لديه قسم خاص لأحبتنا الأطفال لكي يتربوا على نهج أهل البيت عليه السلام وعلى مسيرة فاطمة الزهراء عليه السلام كل هذه النشاطات اللي راح تكون موجودة ويانا إن شاء الله في هذا المكان أكرر في صحن العقيلة عليه السلام قريبنا الإمام الحسين عليه السلام كل زوارنا الكرام من كل المحافظات من المحبين أهالي كربلا يجون يشوفون هذه اللوحات عن فاطمة الزهراء عليه السلام أو الكتب أو الدراسات أو البحوث أو قسم الأطفال موجود طبعا هناك الكثير من التفاصيل وكثير من الفعاليات والنقاط راح يكون يانا الأستاذ غيث الدباغ وهو عضو اللجنة التحضرية وأيضا هو المسؤول عن المعرض فني ويانا راح يمطينا تفاصيل أكثر أهلا وسهلا بكم شرفتنا نورتنا مباركين إن شاء الله على ولادة فاطمة الزهراء هذه الذكرى الكبيرة والعظيمة وأيضا مباركين على هذه الجهود والبصمات الحديثة التي تختلف عن النسخة السابقة فريد نعرف متى بدأ الاستعداد كيف كانت الاستعدادات ما هي النقاط الجديدة أو اللمسات الجديدة التي وضعتها في هذه النسخة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أن هذا المعرض هو الدورة الثانية لمهرجان كوثر الأسمى وبدأت الاستعدادات لإقامة المعرض منذ أكثر من أربعة أشهر وعلى نطاق واسع فتم فتح بوابة حديثة لاستقطاب الشباب الخاصين بالمشاركات الفنية وكذلك هناك تنوع في المشاركات كما ترون فهناك جناح خاص بالخط وهناك جناح خاص بالرسم وكذلك هناك أشغال يدوية وكذلك هناك جناح خاص بالتصميم الطباعي وهناك مكتبة تخصصية بالإصدارات والمؤلفات التي تم إصدارها بحق السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام والتي وصل عددها تقريبا 330 إصدار عدد المشاركين في الأعمال الفنية وصل حوالي 300 عمل فني وكانت هناك مشاركات جميلة من قبل الجانب النسوي كون أن المعرض مختص في الجانب الذي يوحي إلى ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام يعني يميز هذه النسخة أنه مشاركات أكثر للنساء لأنه نحن في ذكرى ولادة فاطمة الزهراء عليه السلام نعم هناك مجموعة من النشاطات النسوية الواسعة التي حدثت هذه السنة من خلال مشاركتهم في الأعمال الفنية وكذلك الجلسات البحثية ومشاريع ونشاطات أخرى أقامت في مجموعة من مواقع مشاريع العتبة التي تقيمها العتبة الحسينية المقدسة طيب بصراحة دائما أكرر العتبة الحسينية المقدسة هذا ليس ليس أنه يتشرف أنه أعمل بهذه المكان المقدس ولكن انشاهد اللمسات الحديثة البصمات الجديدة مثل ما نقولون التصميم الحديث المودرن مع ما يحتاجه الجمهور أو تحتاج الشباب خاصة هذا الفئة اللي نحتاج أنه توعية مع الهجمات الموجودة على التغيير الفكري والتأثير بالتاريخ الإسلامي كيف كانت الجلسات الأولى أو كيف خططتوا لهذا المكان الجميل وهذا الاستعراض الجميل وأيضا حتى الديكور وحركة المكان تحسوا وكأنما أنت في بيتك وكأنما إن شاء الله في بيت فاطمة الزهر عليه السلام فكيف كانت هذه الخطوط الأولى لهذا التصميم طبعا الخطوة الأولى جاءت بتوجيه من سماحة المتولية الشرعي لعتبة الحسينية المقدسة وجناب السيد الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة حيث تم تشكيل مجموعة من اللجان هناك لجان تحضيرية وعليا ولجان تحضيرية فنية ولجان تنفيذية ولجان تحكيمية للأعمال الفنية المشاركة وكذلك الأعمال الأدبية والبحوث وغيرها من النشاطات طيب نحن نتحدث هنا شنو الأقسام وشون قسمتوها يعني نحن ستقريبا بالقسم الثاني من الخيمة نسميها خيمتين كبيرات القسم الأول شنو به القسم الثاني والثالث والرابع شنو راح تكون تقسيم المعرض متكون من أربعة أقسام القسم الأول والثاني يحتوي على الأعمال الفنية والأعمال التي فازت في المسابقات التي أطلقت ضمن نشاطات المعرض أما الجناح الثالث فهو متخصص بالورشات التدريبية وكذلك الجلسات التي ستعطى للطلبة وناتج هذه الجلسات والدورات ستقدم وتعرض في الحفلة الختام الخاص بالمهرجان أما الجناح الرابع فهو سيكون خاص بالجلسات الاحتفاء بالفائزين في هذه المسابقات والمسابقات الأدبية وغيرها من المسابقات التي أطلقت ضمن نشاطات المهرجان لاحظنا أيضاً يعني إن شاء الله راح نستعرضها الآن أو خلال تغطيتنا وياكم خمسة أيام قسم خاص بالطفولة شنو إذا تعرف يعني معلومات عن هذا الموضوع أو شنو أهمية هذا القسم بتربية الجيل الحديث طبعاً الاهتمام بجانب الطفولة مهم جداً حيث المستقبل العراق كله بأيديهم فتم الاهتمام بجانب الطفولة حيث بلغ مساحة الجناح حوالي 200 متر مربع وهناك تنوع كبير في الأعمال التي موجودة في داخل الجناح وهناك مسابقات أدبية وأعمال فنية وكذلك مسابقات فكرية خاصة حاعن بالمولد السيدة فاطمة الزهراء طيب مثل ما تسمعون عزيزان المشاهدين هنا أكو صوت الشباب كلها تعمل وما شاء الله على بيئة ثانية بيئة دقيقة كل التفاصيل نختم المهرجان وكأننا في جو المهرجان حالياً أنه هي الليلة الأخيرة غداً إن شاء الله هو الافتتاح نتحدث عن شعورك بصراحة نتحدث بعيداً عن الإعلام والكلام الرسمي أكيدتوا خلال هذه أربعة شهر بذلتوا جهود كبيرة في سبيل الإيصال هذه النقطة وهذا النجاح وإن شاء الله مباركين الآن ما هي المشاعر وما هي نسبة الإنجاز للافتتاح إن شاء الله باتش طبعاً الجميل في هذه الدورة أنه هي صادفة في نهاية وبداية سنة جديدة فنحن يعني بداية الأعمال تبدأ من الصبح وتنتهي نهاية الليل يعني فالبارحة كانت نهاية أعمالنا بنهاية السنة وبداية أعمالنا بداية السنة فشيء جميل جداً كان الحمد لله بصراحة السنوات الأخيرة وداء من العتبة الحسينية المقدسة تركز على فئة الشباب شفناها في أسبوع صادقين شفناها الآن نسبة مشاركة الشباب في هذه النسخة جيد وشلون كانت الطريقة؟ طبعاً أغلب الأعمال المعروضة في المعرض الفني هي أعمال خاصة بالشباب وهناك جناح وجانب خاص لكبار الفنانين المشاركين في المعرض فمثلاً جناح الخط تم وضع الشروط المشاركة في هذه المسابقة التي أطلقت من قبل العتبة الحسينية المقدسة المختصة في جانب الخط والتي تحتوي على 20 بند من الشروط وتم قبول الأعمال وفق الموافقة على هذه الشروط والوجود المعروضة حالياً جميعها مطابقة للشروط التي وضعت في المسابقة شكراً لك سلغيز دباق شكراً لك شرفتنا موافقين إن شاء الله إن شاء الله يكونوا معكم خلالها خمسة أيام لأيام مهرجان إن شاء الله شكراً لك شكراً لك أحبت المشاهدين هذه دعوة مكررة إن شاء الله باشر للإفتتاح تجون زورون وتكونون أقرب لفاطمة الزهراء عليه السلام من خلال اللوحات ومن خلال الدروس أو عفواً المحاضرات والبحوث أيضاً وهناك مكاتب كتب خاصة عن فاطمة الزهراء عليه السلام مستمرين بهذه التغطية ونعود إليكم نعم أحسنت أحمد شكراً إليك ولهذه التغطية والجولة التي عرفتنا بها على التحضيرات والاستعدادات دي مهرجان كوثر العسما شكراً لكم